السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة استطاع الفربول ان يصفر بثاني القابل المسمن حالي وهو كاس الاتحاد الانجليزي على حساب نفس الشخص او نفس الفريق اللي قدر يفوز برضو عليه عشان ياخد الكرباو وهو تشيلسي في مباراة بصراحة لو انا حلوم فيها حد فانا حلوم تتخل فقط لا غير الرجل اللي كان ممكن نقول ان هو في ايده ان هو يكسب المباراة دي ولكن استطاع كلوبه وفريقه وفي الاخر ان هم يحسنوا اللقب لصالحهم فيلا بنا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة واتعالوا نتكلم عن كيفية فوز ليفربول على تشيلسي قبل ما نبتدي في الحديث عن المباراة فانا ليه رجاء عند الفرقتين عند تشيلسي او ليفربول لان انا ما اعرفش مين فيهم اللي جاب ساحر افريقي يقرأ على الشبكة وطبعا هو قرأ على الشبكتين الناحية دي والناحية دي يقول لهم لما تروح الناحية دي نقرأ على الشبكتين بسم الله ما شاء الله فيه فرص غريبة كده كانت بتضيع في المباراة سواء من ليفربول او من تشيلسي وبعيدا عن مين هو كان الاكتر فيهم او من منحوص الاكتر في الفرقتين ولكن الفرقتين كانوا يقدروا يطلعوا في المباراة دي بسكور عالي فاحنا محتاجين الراجل ده اللي انتو جبتوه يقرأ على الشبكتين لان احنا في منشستر بكش فينا اهداف كتير يعني واهداف اسهل او ممكن نقول يعني خطورة الكورة مش نفس الخطورة اللي كانت بتحصل في مباراة تشيلسي وليفربول لكن بعيدا عن الساحر ده برضو في رجاء تاني عندي للقائمين على المسابقات الانجليزية الدوري الانجليزي يعني لما تلاقوا الليفربول وتشيلسي بيلعبوا في الكاس مع بعض على طول بص سيبت من المتش وعلى طول دخلوهم ضربات جزاء على طول مباشرة تاني يعني بدون اي حاجة ونشوف مين فيهم اللي حيقدر يفوز وضربات الجزاء ونعديه على طول المرحلة التانية وان كان مؤخرا اللي بيعدي دايما هو ليفربول ما تعرفش تخلي عايز يوصل لضربات الجزاء مع انه تلدع منها في الكرباو وقابلها في السوبر الاوروبي برضو تشيلسي خسر اصاد ليفربول وبضربات الجزاء هي يعني انت ملكش حظ في ضربات الجزاء اصاد ليفربول خلص المطش في الملعب وانت كان عندك فترة تقدر تخلص فيها المطش في الملعب وعشان كده أنا بلوم كلوب آه ليفربول كان داخل من الاول ضغط وكان بيحاول انه هو يخلص المباراة بدري بدري وقدرت ان انت تمتص الحماس وقدرت ان انت بعد كده تتوازن المباراة بينك ما بينه لكن التلاتين دقيقة اللي كان فيهم الوقت الاضافي كان واضح تماما على ليفربول ان اللعيبة ما عندهاش مخزوم بدن ان هي تقدمه مفيش حد في اللعيبة قادر انه هو يستمر بدنيا كما بدأ المباراة ده غير انه مخايفين من الاصابات العضلية اللي بتحصل واللي حصلت زي اللي فرق ضايق وحصل لمحمد صلاح الخوف على اللعيبة دي من الاصابات عشان هو داخل على نهائي دوري ابطال اوروبا وكان واضح برضو ايضا ان هو من بداية المباراة كلوب بيفكر في النهائي اصاد ريال مادريد اما انت فكان واضح ان لعبي تشيلسي واقفين على رجلهم وعندهم شيء من المخزون البدني يقدروا يقدموه فليه انا ما دوسش بنزين واحاول ان انا اخلص المباراة في التلاتين دقيقة ومش بتكلم عن الشوطين بالتأكيد انا متفهم خوف تخلم من الهجمات المرتدة اللي حيلعب عليها ليفربول وانه عنده اسلحة كتير تقدر تقدي الهجمة المرتدة كويس جدا والسرعات الموجودة عند ليفربول لكن كان مفترض انه هو في وقت التلاتين دقيقة الاخرانية ان انت تبتدي تبزي المجهود اكبر عشان تقلص المباراة دي وممكن كانت تقلصها بكل سهولة كان واضح على لعبي ليفربول الاعياء كان واضح على لعبي ليفربول ان هما مش قادرين يضغطوا بالشكل الكافي وحستشهد لك بشيء من المباراة نفسها عملوا كلوبة في نهاية المباراة كلوبة في اخر ربع ساعة في المباراة لقينا ان هو بيدوس بنزين زيادة هو وليفربول وكان لهم فرصتين خطرين جوه في العرضة كان بيحاول الرجل ان هو ينهي المباراة في التسعين دقيقة على الرغم من انه شايف انه لعبته بتدي تقع بدنيا واحد ورا الاخر وكان ممكن بسهولة ان تشيلسي اللي بيلعب من اول المباراة على الهجمات المرتدة يطلع في هجمة مرتدة وتلاقي فيه لعب من ليفربول بتخونه ليقتل بدنية فبالتالي يؤدي دا الى ان تشيلسي يهدف في مرمى ليفربول ويخسر كل حاجة ليفربول ليفربول اللي كان حاطت نفسه تحت ضغط وكلوب كان حاطت نفسه تحت ضغط بانه بيفكر في نهائي اخر مش بيبص للنهائي دا او بمعنى الصح كان اللي واخد الحيز التفكير الاكبر هو نهائي دوري ابطال اوروبا بالنسباله وممكن كمان يعتمد على الحظ شوية او بيفكر في الدور شوية انه استهامي يقدم له اي هدية اصاب منشستر سيتي وده كان واضح على اللعيبة ان فيه تصرع فيه لعيبة عايزة تقلص المباراة عايزين نخلص في التسعين دقيقة يا باشا على الرغم من انه كان ممكن تتلعب المباراة بشكل اهدى بالنسبة لليفربول وكده كده سير المباراة معروف بالنسبة لنا ان الليفربول هيكون هو المسيطر على الكورة وهو المستحوذ والناحية التانية تشيلسي هو اللي بيحاول انه هو يلعب على الهجمات المرتدة كل دي حوامل قدت في النهاية ان انت تلاقي نفسك داخل على ضربات الجزاء داخل على اخر منعطف في كرة القدم او في المباراة النهائي وهي ضربات الجزاء الترجحية ضربات الجزاء الترجحية اللي المفترض يعني بالنسبة لي تخل كان يبص لها ان انا قبل كده دخلت مع الفريق ده في ضربات الجزاء وما قدرتش ان نكسب منه الكرباوكب دخل قبل كده فريق تشيلسي ما كانش مع تخل طبعا في ضربات الجزاء في الدوري في السوبر الاوروبي وبرضو قدر ليفربول ان هو يتفوق عليه على الرغم من اللغة الكبيرة اللي هو في ضربات الجزاء دي وان هي المفترض ان هي كانت تتعاد والكلام كله اللي كان حاصل حوالنا فاعتقد ان انت كمدرب لازم يبقى عندك حتة الرزق ويفوزه باللذات كله مغامر حتة رزق شوية يا عم محدش كان هيكلم اظن في مشجيع تشيلسي ويقولك انت خسرتنا الكاس لو كانوا شايفين ان هو في التلاتين دي ايئة الاخرانية بالذات اللي هي انت كنت فيها مسيطر تماما على الكورة انت قادر تحرج ليفربول بشكل كبير وقدر ان انت تعمل هجمات على ليفربول بشكل مكسف ولكن في النهاية هارد لك لجماهير تشيلسي والف مبروك لجماهير ليفربول الفوز بتاني لقب لهم المسلم الحالي وهو كاس الاتحاد الانجليزي كاس الاتحاد الانجليزي اللي ممكن يبقى دفعة للامام بالنسبة للعبي ليفربول في النهائي الجاي النهائي اللي عليه العين وهو دوري ابطال روبا حتى وان كان فيه تعصرات عند فريق ليفربول بسبب الاصابات اللي موجودة في الفريق محمد صلاح فان دايك وعندك فابني ثلاثة من اهم لاعبي ليفربول واعتبروا من العمود الفقري لفريق ليفربول ولكن اعتقد حيتم التعامل مع الاصابات دي بعناية شديدة وحيتم تطنيش موضوع الدوري اللي انا شايفه اصلا انتهى بنسبة كبيرة لصالح منشستر سيتي خصوصا مع فارق الاهداف حتى لو تعصر منشستر سيتي فارق الاهداف حاليا اصبح سبع اهداف لصالح السيتي بدل ما كنا بتكلم الاول في ان ليفربول هو السابق في موضوع الاهداف دي فاعتقد ان هم هيتعاملوا بعناية شديدة مع التلاتة دول في الاصابات احنا مش محتاجين ان هم ينزلوا معانا في الدوري خصوصا ان السيتي حيلعب قبلك مع وستهام لو فاز يبقى كده انهى هالك السيتي وقف الهالك ضبة ومفتاح من عنده فبالتالي هفكر ان انا اريحهم لحد ما اروح العب قصاد ريال مدديد في النهائي الاهم بالنسبة لي واللي لو فست بيه حيؤهلني الى عدة بطولات تانية ان انا العب السوبر ان انا العب كاس العالم للاندية واحقق بطولات اكتر واكتر في النهاية ده كان كل اللي عندي عم مباراة ليبربول وتشيلسي وهاردلك مرة اخرى لجماهير تشيلسي والف مبروك لجماهير ليبربول الفوز بكاس الاتحاد الانجليزي ولكن المهم عندي رأيك انت تقولهولي في الكومنتات هل انت شايف زي ومتفق معايا ان التخل في وقت من الاوقات في المباراة كان جابان شوية ومقدرش ان هو ياخد زمام الامور او خاف من فريق ليبربول ان هو يقلب عليه الطاولة ولا انت شايف ان تخل تعامل مع المباراة بشكل جيد جدا وبشكل مميز ولكن في النهاية قدر ليبربول ان هو يحقق لقب بضربات الجزاء اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب FORTUN شكرا